هذا وتواصل وزارة الصحة تفعيل عملية الفحص المتنقلة للمواطنين العائدين من إيران خلال شهر فبراير التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده زميل بسام لبدوي عند هذه النقطة تجتمع الكفاءات الوطنية كالبنيان المرصوص استعدادا للمواجهة وتفويت الفرص على ضيف غير مرقوب فيه ألا وهو فيروس كورونا وحدات متنقلة خصصتها وزارة الصحة من شأنها أن تجوب بعضا من مناطق البحرين لإجراء الفحص اللازم للمعنيين من المواطنين تم توفير وحدات متنقلة مؤهلة بكافة المعدات اللازمة وتوفير كادر طبي مؤهل للذهاب إلى البيوت الأشخاص الذين قاموا بالسفر إلى إيران خلال شهر فبراير ومن خلال مواعيد مجدولة وإبلاغهم سابقا بمواعيد الزيارة ويتم الفحص في المنزل وإعطاء كافة الإرشادات والإحترازات اللازمة لمنع انتشار الفيروس بهذه الحفلات ينطلق الفريق الطبي استجابة لأولئك الذين قادتهم المسؤولية الوطنية للاتصال على الرقم الساخن وجدولة مواعيد لفحصهم وذلك للتأكد من خلوهم تماما من فيروس كورونا حققت المبادرة استجابة ملحوظة من قبل من يعنيهم الأمر كاميرا مركز الأخبار رافقت الفريق الطبي إلى عدد من البيوت ووثقت عملية الفحص الطبي والتي يجريها كادر طبي متخصص وفق المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية طبعا بمجرد وصولنا للمواطن في بيته نستدعي الحضور لعمل العينة ومجرد انتهاء العينة نعطيه إجازة نقول لنا هو يفضل أنه يستقر في البيت أو نسميها إجازة عزل منزلي أو عزل ذاتي يقعد في البيت ما يخالط الناس لمدة أسبوعين على الأقل ومن هاي المنبر عادة أكرر وأقول اللي تقولها وزارة الصحة أن المواطنين اللي قاعدين يحسون بأعراض يتصلون على الرقم 444 متوفرين ومتواجدين في 24 ساعة لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم هذه الحملة الوطنية رفقتها حملة شعبية مشجعة حيث تصدرت عبارات الإيجابية والتفاؤل مواقع التواصل الاجتماعي فتارة إشادة بجهود الفريق الطبي وتارة أخرى كلمات مشجعة للمواطنين المعنيين بالفحص في مشهد يعقس المعدن الأصيل لأهل البحرين والمقيمين على أرضها بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر